موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بكل خير وبركة مشاهدينا ومستمعينا نرحب فيكم في حلقة جديدة برنامج الصباح رباح كل يوم جديد يحمل معاه كثير من الأماني والأحلام لنستقبل كل يوم بأمل وتفائل حلقتنا اليوم فيها ثقرات وتقارير متنوعة وصباح الخير حصان صباحة النور يا خلود ويا هلابت ورحب بمشاهديننا وحييكم تحية نابعة من قلب الصباح رباح اللي هي قلوبنا يتجدد لقامنا بكم في صفحة جديدة بنفسية جديدة وكلمات طيبة تفتح باب التواصل بيننا وبينكم وبينكم بين انفوسكم ومن ثم بين اللي حواليكم التواصل اليوم في حلقتنا متنوع بنتكلم فيه عن كيف نتواصل بشكل فعال مع أطفالنا الموهوبين ونهتم فيهم مع أميرة الإسحاق وبنتواصل أيضا مع نموذج مكافح جميل لسيد دكتورية وهي أمنا الكباسي وغيرها من الفقرات الحلوة في حلقتنا ويعني خلود قبل ما نبدأ عودنا مشاهدين نبدأ يعني فعالياتنا وأنشطة الدوحة بس فيه أنشطة يعني كنا نتكلم فيها أنا وأنتي الصبح يعني على مستوى صعيدنا الشخصي فيه ناس وايد يعني تطلع تلعب رياضة الصبح قبل يعني مثلا ما تروح فعالية من الفعاليات الصباحية اللي موجودة أو تروح حتى يعني أعمالها فيه أمهات يعني يقومون الصبح ويدون عيالهم المدرسة في هذا الوقت صح يتريض يتروح لنادي فيه أنشطة بعد عندنا تكون وقتها مناصب خلال فترة الصبح تدري أنا كنت أعرف صديقة يعني ما زلت أعرفها طبعا يعني دوامها المفروض يبتدي الساعة سبع هي من بعد صلاة الفجر يعني وظيفتها أو شغلها في حد الأبراج اللي موجودة على الكورنيش فتمشي تمشي وتوقف سيارتها في مقر عملها وتمشي على الكورنيش روحها وردها تكون يعني ساعة سبع خاصة تستغل الأوقات والأجواء الحلوة الحين يعني صحيح أننا نفشتها ويعني وبرد بس يجيش بعد الجو ودافي ومع مثل ما قلت يتريض والمشي يعني الجسم يدفع وتحصل نشاط تدخل يعني بنفسية جدا حلوة ودائما تحسين يومك يعتمد على شلوم بديت يومك شلوم بديت يومك فيعني تحيلت بدأت يومك بنشاط وحركة أتوقع بيكون باقي اليوم بنفس النشاط والفعاليات وعشان تريحنا اليوم بنبتدي بعد يومنا مع مشاهديننا بفعاليات وأنشطة الدوحة أول فعالية مشاهديننا عندنا تستضيف دولتنا الحبيبة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الفنون الموسيقية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه الفعالية اللي ما بين 25 إلى 28 ديسمبر إن شاء الله راح تكون على مسرح قطر الوطني قلت خلود في هذه الفعالية يقام المهرجان تحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة والفنون والتراث تهدف طبعا إلى اكتشاف المواهب والابداعات الخليجية في مجال الشعر الغناء عندك التلحين وفرصة للشباب أنه فعلا يتقدمون ويقدمون أنفسهم للمختصين في المجال بيكون هناك في أوبريت يعرض خمسة ألوان موسيقية منها الفن الأندلسي البستة الشامي الفن الفجري وعندك فن بحري أو الفن البداوي أو البداوي وفي هناك أيضا حفلات غنائية بتكون وعلى الهامش بيكون في ندوة فكرية تحت عنوان الأغنية الخليجية الحديثة الحاضر والماضي حلوة يعني يحضرون فيها مجموعة كبيرة يعني من الشباب اللي حابين يدخلون هذا المجال أيضا حصة توقع من الفعاليات اللي أمس ذكرتيها أنت وزاملتي حصة دعاء أن في متحف قطر الوطني معرض بعنوان الشيخ عبدالله بن جاسم تراث القائد صوت رايح اليوم والذي يستمر حتى 30 من يناير المقبل في قاعة هيئة متاحف قطر في المؤسسة العامة في الحياة الثقافي كتارة يفتح أبواب المعرض أمام الجمهور من الساعة 9 الصبح لين 9 المساء توقع فترة طويلة وبعد نرجع يقول لنا الأجواء حلوة وحلو مزورة حلو بعد أيضا من المعارض اللي يعني ما زالت مستمرة تزامنا بعد مع هذا المعرض عندنا معرض اللي هو ذكرناه أمس لغة الماء والحجر بالجزر بالجزر الاكترية الفنان الاكتري عبدالرحمن المطاوعة بعد فيه من المساحة يعني لكل محبين يعني نفس الفن لحضور هذا المعرض ويحضرون فيه القصص ويشهدون فيه القصص البحرية والروايات اللي فعلا ممكن تلهمهم في المجال اللي يحبونها جميل أيضا عندنا فعالية أخرى فعالية هي فعالية وتحتضنها تقريبا المؤسسة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة هو معرض تصوير الفوتوغرافي قطرنا اللي في معرض كتارة 2 في المبنى 18 يستمر المعرض بيستمر لين 18 قلنا يفتح أبوابه مو بيستمر لين 18 وهو في مبنى 18 والمعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة 10 يفتح أبوابه لين 18 المساء وصح أبوابه لين 18 يناير يعني هذه بعد مش من بعد الأماكن في المتناول على قولتهم والحين من بعد فعالياتنا عندنا جرائدنا اليوم أنا ببدأ خلود بجريدة الوطن في صفحتها الأولى خبر قمة كترية مغربية في مراكش الجمعة يقوم حضرة صاحب السمو والشيخ تميين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة بزيارة رسمية للمغرب يومين 27 و28 من الشهر الحالي بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس وقال بيان الوزارة أن ملك المغرب سيجري مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير ويترأسان مراسم توقيع اتفاقية ثنائية بين البلدين الخبر الثاني في الوطن حضور لافت لمؤلفات شابات في الدوحة للكتاب أشهدت النسخة الرابعة والعشرون من معرض الدوحة الدولي للكتاب حضورا لافتا لمؤلفات شابات كتريات ومقيمات حرصنا وحرصت دور النشر على طباعة أعمالهم وتنظيم حفلات توقيع لهم بحضور جمع من الكتاب والقراء والمهتمين بتجارب المبدعين والمبدعات من الشباب واشملت اهتمامات الكاتبات فنون الشعر والخواطر والتأملات والقصة القصيرة فشهد جناح وزارة الثقافة والفنون والتراث بالمعرض توقيع الكاتبة عفرالين عيمي وعندنا أيضا فاطمة العتبي ووقعت أيضا الأخة سمية أو الكاتبة سمية تيشة وأيضا عندنا كما وقعت الكاتبة صالحة خليفة بعد مجموعتها القصصية مؤخرا تدرين قمت أشوف أو ألاحظ أشياء تكتشف المواهب الإلكترية التي عندنا وتعطيهم مساحة في دعام في احتضان في الشعر المسرح كافة المجالات صحيح وحتى المؤسسات بدأوا يأخذون هذه النوعية من المبادرات المسئولية الاجتماعية في احتضان هذه المواهب عندك خبر فأقول لك خلود ولمشاهديننا بعد في الوطن مطعم يطعم المشردين ويسرح شعرهم حلو صح غريب لا يكتفي المطعم الشعبي قلتشة في كولا لنبور بتأمين بس الطعام للمتشردين فحسب وإنما يؤمن لهم بعد تسريحة شعر واهتمام مجاني بمظهرهم لما هذا الأمر طبعا من أهمية في تعزيز الثقة بالنفس يعني وهو ياكل وفتح أبواب الخروج من دوامة الفقر وتأدي طبعا هذه المهمة صاحبة إحدى صالونات تصفيف الشعر في كولا لنبور تطوعت في المطعم على أساس أنه في طبعا هذا الكلام في 2010 وكانت في بدء الأمر تساعد المنظمة في مجال تقديم الطعام للفقراء ولكن بعدها أدركت أن أهيتة بتحسن بعد من الخدمات المقدمة لهالفقارة فطيب أهو بيأكل لكن ليش ما يحس بعد بشعور مضاعف يعني دم أهوة يعني ما تحصل له فرصة يعني الأكل الجيد أكل جيد ومظهر جيد وشعور جيد أنا توقع مبس على موضوع أن يكون مظهرهم جميل يعني نوع من العطف عليهم أي صحيح أكيد يعني ما سوت شذيء إلا إذا حطت نفسها مكان الفقير نفسه وفي هناك عطف وفي هناك تعاطف التعاطف أن أنا فعلا أعيش يعني جو الطرف الآخر وحس بإحساسه فبالتالي يعني ليش ما يعني دم أهوة حس بإحساسه خلا يصير مثلي 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 يعني مبادرة حلوة وإحنا كاننا نقوم بأعمال الخير ويعني ونقدم المساعدات نعم وممكن نبرع فيها ونبدع فيها بهذه الصورة الجميلة شو عندك أنت أنا خلصت أنا الشارق عندي تشغيل وزير الصحة تشغيل مستشفيات مدينة حمد الطبية منتصف 2015 كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن مستشفيات مدينة حمد الطبية الجديدة ستستقبل جمهور في منتصف الأول من 2015 مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جوانب كبيرة بالمدينة وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين خلال جولته بالمدينة بحضور المهندس ناصر مولوي رئيس هيئة أشغال أن هناك ثلاث مستشفيات للعمال يجري العمل على تشيدها بالإضافة إلى 17 مركزا صحيا ومستشفى إضافي في الخور كذلك توسعت مستشفيات القلب ومشروع جديد لمستشفى السرطان أيضا عندنا خبر ثاني في جريدة الشرق 11 مليار ريال إنفاق قطر على تكنولوجيا المعلمات توقعت الدراسات والتقارير العالمية نمو قطاع التكنولوجيا والمعلمات في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة وخاصة حلول أمن الشركات وحماية المعلومات فقد كشفت الإحصاءات الحديثة نمو حجم إنفاق قطر على قطاع التكنولوجيا والاتصالات الذي يصل إلى 10 مليار فاصلة ثمانية مليار ريال بنهاية العام ومن المتوقع تضاعف حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التكنولوجيا المعلومات هذا أول خبرين في الشرق أنا عندي العرب عنوان وزير التنمية يقول نظام إلكتروني لتحديد الاحتياجات التدريبية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير تنمية الإدارية أمس في معهد التنمية الإدارية بحضور مديري إدارات الموارد البشرية ورؤساء أقسام التدريب في الجهات الحكومية اللقاء الخاص بربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وهدف هذا اللقاء التعريف بدور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ ربط المسارين التدريبي والوظيفي وتوضيح دور وزارة التنمية الإدارية في تنفيذ ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وكذلك التعريف بنماذج تحديد الاحتياجات التدريبية هذه بالنسبة للخبر الأول في العرب الخبر الثاني اتفاقية لإنتاج أفلام كرتونية من التراث الإلكترين عقد مركز قطر للتراث والهوية ومؤسسة الدوحة للأفلام بالحي ثقافي كتارة مؤتمر صحفي كشف خلاله عن توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تقضي بإنتاج مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة اعتماداً على الحكايات الشعبية المؤخوذة من التراث الإلكتري وأكد المدير العام لمركز قطر للتراث والهوية أن مؤسسة الدوحة للأفلام تقوم بتقديم هذه الحكايات الشعبية من خلال إنتاج أفلام كرتونية وستعمل المؤسسة بتعاون مع مركز قطر للتراث والهوية على إنتاج أفلام تستند إلى الحكايات الشعبية المحلية واستهواني هذا الخبر بتقرير للدوحة لنيلة رائع جداً الموضوع يشد الإنسان أنا يشد نكا كبيرة صوت شحال الظغر؟ عندنا جريدة الرائع الرحلة تجربة استثنائية في استنساخ تراث الأجداد أكيد قاعدين تكلم عن فتح الخير أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري أن رحلة محمل فتح الخير كانت تجربة استثنائية جرى خلالها استنساخ الماضي في تجربة فريدة استفاد منها مجموعة من الشباب الذين شاركوا في الرحلة جاء ذلك خلال كلمة سعادته في حفل شارك فيه أعضاء رحلة محمل فتح الخير التي جابت بنادر دول مجلس التعاون وجميع الجهات الداعمة لها وشهد حفل حضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للحي الثقافي والسيد أحمد الهتمي مدير مهرجان كتارة للمحامل التقليدية وهذه كانت أخبارنا والحين مشاهديننا خلونا نطلع هذا الفاصل ومن بعده نكمل ما تبقى من حلقة صباح رباح اشتركوا في القناة